السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أنت ربي لا يخفى عليك ما في قلبي اللهم طمأنينةً مك وغناً بك يا رب أعوذ بك من ضيقة القلب وشعور لا يشكى ولا يفهم اللهم أرح قلبي بما أنت به أعلم ولا تجعلني أشكو لمن لا يخشى علي من حزني اللهم إني أفوض دنياي كلها إليك جمعة مباركة على الجميع طبعاً هاي الحلقة للحركة الفلكية المفصلة في يوم الجمعة خمسة أيار مايو القمر موجود في برج العقرب في عنا خسوف ظلي الحلقة صارت نازلة على القناة لأنه سجلتها قبل ما أسجل هاي الحلقة أنا بسجل الآن منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء للحلقة حلقة اللي نزلت أو سمعتوها يوم أمس ونتحاكي أنه ما بعرف أسجلها ولا ما أسجلها الموضوع الثاني اللي هم موضوع الاستفتاء اللي أنا حطيته طبعاً أنا بسجل الحلقة الآن اللي مصوتين على الاستفتاء هم ميتين وسبعة وثمانين شخص اللي شافوا الاستفتاء أو دخلوا على الاستفتاء وصوتوا نسبة 47% هم مع الحلقتين المنفصلات نسبة 33% هم مع أنه تكون التوقعات والحركة الفلكية في حلقة واحدة ونسبة 19% هم إنها تكون حلقة واحدة ولكن أختصر المعلومات الآن أنا رح أجمع بابين اللي هو إنه الحلقة تكون حلقتين رح تكون حلقتين يعني ابتداء من اليوم طبعاً الاستفتاء هذا رح يظل مستمر مع الأيام الجاية لغاية يوم الجمعة بعدين يوم الجمعة أنا بأتخذ القرار إيش اللي أنا رح أعمله بالضبط ولكن من الآن ولغاية يوم الجمعة كل الحلقات اللي أنا رح أسجلها يعني ممكن نصل لحلقات يوم الخميس مثلاً وأنا بنفس الطريقة هاي وبعدها ببلغك وأنا بحلقة إنه أنا بلشت أسجل بطريقة جديدة ولا نفس الطريقة اللي أنا ماشي فيها حالياً اللي هي طبعاً إنه أنا رح أعمل حلقة المنفصلة اللي هي المتعودين عليها من أيام اللي فيها الشرح المفصل لكل شيء وفيها الرغي وفيها إجابات وفيها إجابة عن تساؤلات وفضفضة وإلى ما لنهاية ورأيي حتى وأن صائحي من الزوايا والأمور الأخرى رح تضل مثل ما هي حلقة التوقعات اليومية اللي بتنزل رح مثل ما سمعته باليومين الماضيات أني أنا رجعت أذكر فيها الزوايا اللي بتكون في نفس اليوم فعالة بدون ما أشرح دولياً ولا الزوايا البطيئة إلا إذا كانت ذروة الزاوية البطيئة بذكرها في نفس اليوم ولكن ذكرها من بدايتها لنهايتها رح يكون فقط في الحلقة المنفصلة يعني الحلقة المنفصلة هي للشرح الكامل والحلقة التوقعات اليومية هي الإشي اللي في نفس اليوم خلص يعني هاي الزوايا هاي التوقعات وبس يعني على أساس أنه نعطي المعلومات هون ونعطي المعلومات هون لحد يتمنشوف إيش النسبة الأكبر اللي بتصير بالتصويت لمساء يوم الجمعة وبعديها بتخذ القرار على حسب الأغلبية يا من ضل على نفس الطريقة هاي اللي هي الحلقتين بنفس الطريقة اللي ذكرتم أو إنه بصير تعديل إنهم حلقة واحدة أو يعني على حسب في حلقة الأمس ذكرت إنه يعني ممكن تيجي أيام وأدمج الحلقات مع بعض يعني خلص أكون بوضع صحي عندي ضرف عندي شغلي ما بقدر إني أنا أسجل حلقتين فممكن إني أسجلهم حلقة واحدة زي ما كانت بالطريقة الأولى وبعد ما تتحسن الأمور أرجع أسجل حلقتين هذا لحد الآن لحد ما تكتمل اللي هي اللي هو التصويت طيب خلينا نروح على توقعاتنا يعني ما بسدك سعيد ويمسك المايك ويبلش يرغي هسا في أشخاص بسألوه بقول لك طب ليش سعيد بحب يرغي يا جماعة الخير أنا طول عمري في مجال الإعلام طول عمري بشتغل في الإذاعة والمذيعين معروفين هم أكثر أشخاص بيعيشوا المتعة أمام المايك لأنه بيكون حاسين خلاص كأنه قاعد بين الأشخاص اللي بيسمعوه وبينطلق بالحوار وكانت كل حلقاتي أو كل البرمج اللي أنا أديتها هي إلها علاقة يا بمجال نفسي يا بمجال الفلك يا بمجال النصائح يا بمجال الدين والإرشاد يا بمجال الأدعية يعني كل هائلها غير الدبلاج والمنتاج والأشياء الثانية هذيك اللي كنا نشتغلها زمان يعني ولكن إنه حياتي هي ورا المايك يعني أنا إذا بروح المايك من أمامي خلاص بعتزل الدنيا بظل في غرفي وبسكر على حالي وبعيش لحالي إنه هيك طبيعة حياتي أساسا أنا ما يعني بديش أقول لكم إنه ما عنديش حد بالمختصر يعني الناس اللي بتعرفني بتعرفني مصلحة بتيجي بتأخذ مصلحتها أو إذا بدأت يحكي معي عشان مصلحة عشان تسأل عن شيء وبعدين خلاص بتغيب بتروح يعني ما فيه الشخص الصديق اللي بيجي وبيحكي معك وبطلع معك وبعد معك وبواسيك وبسأل عنك وهذا زمان هو واحد صديق وحيد صفى من كل الأشخاص هذولا والله يعينه على مسار حياته ومسار حياتنا وبرضو بعدنا مرات من نقدرش نلتقي أساسا طيب خلينا ندخل هاي بلش سعيد شرت راح على الجهة الثانية على طول طيب خلينا ندخل على التوقعات أول إشي بالنسبة للقمر اليوم هو موجود في برج العقرب زي ما حكينا هو موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد راح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة وخمس دقائق من صباح يوم الجمعة خمسة خمسة لا ينتقل لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة وهي نفس المنزلة اللي بدو يصير فيها خسوف القمر يعني بما إنه القمر موجود في برج العقرب معناته خلال هذا اليوم منكون أكثر تطرفا وزيادة عن اللزوم لأنه خسوف زي ما حكينا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط طبعا ما بنصح اليوم تبادروا بأي أعمال مهمة أو توقيع أوراق أو عقود أجلوها ليوم الأحد بيكون أفضل بإمكانكم مشاهدة فيلم مغامرات أمور إلها علاقة بالبيت بالعائلة لأعمال الروتينية فقط لا غير أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فطبعا عندنا أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية تزديس إيجابية اليوم رح تتشكل ما بين عطارد وما بين زحل وهاي رح تكون من يوم خمسة خمسة ولغاية يوم ثمانية وعشرين خمسة طبعا هاي الزاوية رح تتشكل لها ذروتين لأنه عطارد بيتراجع بشكلها ولما يرجع للحركة الأمامية بيرجع بشكلها مرة أخرى عشان هيك مدة هاي الزاوية مدة طويلة طبعا هاي الزاوية ذروت قوتها يوم سبعة خمسة وحتى أربعة وعشرين خمسة بالنسبة للذروة الأولى رح تكون يوم اتناعش خمسة وبالنسبة للذروة الثانية رح تكون يوم تسعتاش خمسة الظروة الأولى تناعش خمسة بتكون الساعة ثمانية وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج والذروة الثانية بتكون يوم تسعتاش خمسة الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا هاي الزاوية لو لا الخصوف اللي الآن بعطلها شوي إلا أنه هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنصير نتصرف بحكمة أكثر بنثابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا وقت مناسب بصير لتنفيذ أعمال فكرية بتتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية برضو بتدل على تركيز الصحافة وسائل الإعلام على المواضيع التاريخية والتراثية والنزع على المحافظة للبلاد برضو بتركز على مردودية القطاع الفلاحي وتطوير الصناعة الثقيلة التعدين المناجم وأساسات الدولة والتجارة طبعا لأنه سلبية الضغط مع تراجع عطار درغم تشكل الزاوية فيعرفوا أنه في معلومات مغلوطة رح تطلع في أكذيب رح تطلع بالإعلام بالصحافة تشوش مخ الناس أو قصصا بالأشياء اللي لها علاقة بالتاريخ أو بالدين أو بالسياسة حتى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهاي طبعا من يوم 28 أربع منذكرها زاوية التربيع السلبية اللي بين الزهرة وبين نبتون وهي مستمرة لغاية يوم 11.05 طبعا ذروتها كانت يوم أمس ساعة 5.39 دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا هاي الزاوية وأنها بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا وهي زاوية خطيرة بتدل على التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال بتسببنا نوع من أنواع الأرباك وخيبات الأمل في حياتنا العاطفية بتشجعنا على الاستهلاك المفرط للكحول والمخدرات والمهدئات والمنشطات أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة ما بين الشمس وما بين عطارد وما زالت مستمرة تأثيراتها طبعا نذكرها احنا من يوم 28 أربعة ولكن تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 7-5 طبعا الآن بدأت هي بأنها تخف شوي كتأثيرات عنيفة عادة عند حدود هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية أو بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب بتعذر علينا فهمه وبتزداد التوجهات لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية صحيح أنه بيصبح الفكر مشتت بقل التركيز نصبح متقلبين المزاج يجب الحذر أثناء قيادة السيارة أو أثناء الحركة تخلقنا نزاعات في حياتنا اليومية وخلافات عابرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين أورانوس وهاي طبعا من يوم واحد خمسة بدأت ومستمرة بتأثيراتها لغاية يوم تسعتاش خمسة ذروتها يوم تسعة خمسة الساعة سبعة وخمسة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش غالبا بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية بتزيد من عنادتنا واندفاعنا وطلبنا للاستقلالية الشديد والغريب بيكون بالفترة هاي بتجعلنا نخطئ في أحكامنا أو نعرف نوع من أنواع التحولات العنيفة في حياتنا من ميل للمبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء بيعرضنا لتواعكات قلبية أو تشنجات عضلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس وهاي من يوم 23 أربعة منذكرها ولغاية يوم 7 خمسة طبعا ذروتها راحت يوم 29 أربعة ولكن تأثيراتها ما زالت موجودة بسبب هاي زاوية منكتسب الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا بتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة وبتدل على نشاط أكبر في الرحلات الجوية أو ازدياد مدخيل الخطوط الجوية بهاي الفترة يعني السفر والحركة والأمور اللي زي هيك وباقي المعلومات طبعا ذكرناها في تاريخ 23 أربعة اللي بدي يعرف عنها أكثر موجودة هناك كتأثيرات دولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 13 ستة من يوم 28 أربعة ليوم 13 ستة متشكلة وتربيع قوية جدا بتأثيراتها ذروتها يوم 23 خمسة الساعة 15 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وقلنا بأنه بسبب هاي الزاوية في أشخاص بيحققوا تقدما على حساب الآخرين فعشان هيك بتقديروا بالكم من الأشخاص اللي بيستغلوكم وباخدوا أعمالكم وبينسبوها لنفسهم الأمر الثاني اللي بدنا نركز عليه ومنظل نركز عليه اللي هي أنه قد يعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين ويلقى تأييد شعبي كبير ولكنه بالحقيقة هذا شخص بيستغل عقول الناس وهو مضلل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وأنها هاي مدتها شهرين بدأنا بذكرها يوم 22 أربعة ومستمرين بذكرها لأيوم 22 ستة ذروتها يوم 18 خمسة الساعة 11 وتسعة دقائق فجرا طبعا هاي بتدل على خسارات مالية ظهور حقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا أيضا ووضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير وقولنا أنه هاي لها علاقة بكوارث لها علاقة بالاقتصاد والكوارث الطبيعية وحرق الغابات والزلازل وأمور لها علاقة بالبراكين وأيضا بالعنف السياسي أيضا أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم تأثيراتها رح تكون مع القمر أول زاوية طبعا ذكرناها يوم أمس يا زاوية التقابل السلبية اللي بين القمر وما بين المشتري طبعا هي ذروتها كانت الساعة التسعة وستعشر دقيقة من صباح يوم الخميس ولكن قلنا أنه هاي مستمر بتأثيراتها من مغرب يوم الأربعة وبتستمر حتى بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة عشان هيك الساعات المتبقية لغاية منتصف الليل ما زالت قائمة فبدكوا تحذروا من هاي الزاوية لأنه يجب توخي الحذر من يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا بتخلينا نشوف مشاريع بحجم أكبر من حقيقتها بتغرر فينا فممكن نخسر بنثق في وعود غير واضحة أو ممكن نقبل باقتراحات غير منطقية فعشان هيك بدنا نكون متيقضين في نفقاتنا وفي تعاملاتنا وبرضو انتبهوا من الأكل الإفراط بالأكل أنه بعرض لعسر الهضم التخمة وأمور إلها علاقة برضو بالقولون أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين القمر وبين بلوتو وهي برضو نفس الإشي ذكرناها في حلقة الأمس وإنه ذروتها الساعة ثلاثة و 11 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج من عصر يوم الخميس بتبدأ تأثيراتها من صباح يوم الخميس وبتستمر حتى صباح يوم الجمعة هاي زاوية بتدفعنا أو بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة طبعا بتوجه اهتمامنا باتجاه الأمور الخفية والغامضة بتقوي من شهوانيتنا أكثر وبرضو لها علاقة بالوضع المرأة والعنف والأمور اللي زي هيك فبندنا نكون حذرين منها لانها هاي لصباح يوم الجمعة أما بالنسبة لزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر هي أول زاوية زاوية تثليث إيجابية رح تكون ما بين القمر وما بين زحل وهاي رح تكون الساعة 12 و53 دقيقة بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة طبعا بتبدأ تأثيراتها من ساعات عصر يوم الخميس وبتستمر حتى عصر يوم الجمعة بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر بتمنحنا الجدية حسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالدل على حسن أمزجة فئات الشعب المشتغل بقطاع الفلاح والمناجم والمحاجر والشيوخ بالخصوص وزيادة في مردودية مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والقطاع الفلاحي والمنجمي واستقرار في البورصة والقيم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة اليوم ذروتها زاوية التزديس الإيجابية اللي ما بين الزهرة وما بين المشتري طبعا هاي الزاوية هي بدأنا ذكرها يوم 28 أربع وانا انه هي الـ 12 خمسة متشكلة ذروتها رح تكون اليوم الساعة تقريبا خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة ما يعني صباحا هاي الزاوية بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا شيء بيسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم برضو بتسهل عملية إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمروني في التعامل كذلك بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهذه القدرات مثل الفن والديكور والتجميل تمنحنا الرغبة في الرفاهية بتجلبنا البهجة ممكن أن نحقق نجاحات شخصية وقت مناسب لأمور إلها علاقة بالارتباط ولكن طبعا مش في هدولة اليومين لأنه في عندنا خصوف فما بنصح في هذا العمر طبعا بيدل على أرباح وموارد مالية مهمة بتحققها من خلال المؤسسات المالية والبنوك في البلاد استثمار أموال غالبا بتكون مشاريع ترفيه سياحية وبرضو فترة مناسبة لعقد معاهدات العلاقة بمعاهدات سلام أو توقيع اتفاقيات تجارية خصوصا مع دول أجنبية بتدل على حسن أوضاع القضاء ورجال الدين المشتغلين بالسلطة التشريعية والقضائية والميدان الفني وعلى الساحة الفنية هاي فترة مناسبة لطرح الانتاجات الجديدة للأسواق وغالبا بتكون انتاجات ذات ذوق ومستوى رفيع وبتلقى استحسان للجماهير ولكن مش في فترة يعني بعد يوم الأحد يعني انسوا هاي الزاوية خلال يومين هدول لأنه فترة خصوف بتأثر بشكل سلبي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون ذروتها ساعة سبعة وخمستاشر دقيقة من صباح اليوم الجمعة طبعا تبدأ تأثراتها من ساعة مساء يوم الخميس وبتستمر حتى أقصى مساء يوم الجمعة اللي هي عند منتصف الليل بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها تجعلهم مزاجية طباع وطبعا هاي بتعمل نوع من أنواع أو مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين في يعني ممكن نتعرض بعض الأشخاص لحوادث من المستحسن التحكم في أفكارنا أو الأفكار والكلام والذكريات برضو بتدل على تسليط وسائل الإعلام الضوء على انتهاكات اللي بتتعرض لها المرأة في المجتمع أو توجيه انتقادات لأساليب التدريس والتعليم ووضعية المدرسين والأساتذة أو توجيه صحافة لانتقادات لوزارة النقل بسبب تزايد نسبة حوادث السير أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي من زوايا اليوم طبعا هي زاوية التقابل اللي ذكرناها برضو يوم أمس هي خسوف القمر الجزئي السلبي أو خسوف القمر الظلي الجزئي السلبي اللي رح يكون بين القمر وبين الشمس الساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش من عصر يوم الجمعة بتبدأ التأثيرات طبعا لهاي الزاوية من مساء يوم الخميس وبتستمر حتى عصر يوم السبط طبعا هاي الزاوية بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين ومتشائمين ومتقلبين وبتزيد الصعوبات مع الجنس الآخر وبرضو بتدل على استياء الجماهير والرأي العام من الحكومة أو ظهور خلافات عرقية أو دينية أو فيما يخص قضايا المرأة والمجتمع وتقلب في أسعار بعض المنتجات والصناعات وخصوصا الغذائية منها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية اللي بين القمر وبين أورانوس وهاي طبعا راح تكون ذروتها الساعة 12 و53 دقيقة من بعد منتصف ليل الجمعة على السبت يعني من المفروض أنه في حلقة الغد أذكرها ولكن لأنه تأثيراتها بتبدأ علينا من ظهر يوم الجمعة وهي زاوية التقابل راح تكون موجودة أثناء الخصوف فهي تأثيراتها من ظهر يوم الجمعة وبتستمر حتى عصر يوم السبت فهي زاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمر روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو تجعلنا سريعي التأثر عنيدين غريبين الأطوار بتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي والعواطف بتدفعنا لعلاقات عابرة وبرضو بتعرضنا للفراق المفاجئ بتدل عستياء في الرأي العام من تضييق الحريات خصوصا حرية المرأة وبرضو بتدل على وقوع حوادث مفاجئة داخل الجماهير والتجمعات والتكتلات البشرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي أيضا من زوايا يوم الغد اللي هو السب ولكن تأثيراتها بتبدأ من اليوم هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ راح تكون ذروتها الساعة خمسة وخمسين دقيقة صباحا من صباح يوم السب طبعا هاي التأثيرات بتبدأ لهاي الزاوية من مغرب يوم الجمعة وبتستمر حتى مغرب يوم السب بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع على الاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماستنا وبصير وقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة بتدل على حسن حال النفسية للجنود أو رجال الأمن والعمال في قطاع صناعة وارتفاع معنوياتهم بذلهم أيضا لمجهود أكبر بالتالي مردودية أكثر ومن لاحظ في هذا اليوم قل من عدد العمليات الجراحية يعني من ساعات المغرب وأساسا فترة الخسوف إجمالا أنا ما بنصح بالعمليات الجراحية بفترة تأثيراته للخسوف والكسوف ولا اكتمال القمر فما بنصح في هذا الأمر ولكن هاي الزاوية من ساعات المغرب بتبلش تأثيراتها بتقلل أيضا من العمليات الجراحية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا بتظل الأعضاء التناسلية والمستقيم والشرج والإحليل الغدد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العناء والجينات هذول الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم توفروا لهم العناية الإضافية تنتبه بشكل كبير صحيا برضو اللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي ما يستهين أما بالنسبة للعمليات الجراحية فما بنصح فيها نهائيا لا صغرى ولا كبرى إلا إذا كانت اضطرارية طبعا ما فيش مجال للتأجيل فهذا أمر آخر عاد أما بالنسبة لعمليات التجميل برضو نفس الشيء لا تجميل ولا إزالة شعر وحتى أمور قص الشعر ما بنصح فيها خلال هذا اليوم يعني خلوا الأمور روتينية تمضي هالأيام لغاية يوم الأحد بعدين اعملوا اللي بتكون إياه إلا طبعا عمليات التجميل الجراحية أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب فخلوا المسار القادم بيبدأ يوم السبت ستة خمسة في تمام الساعة ثنتين وسبعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل وهو زي ما حكينا خصوف ظلي للقمر عمره خمستاشر يوم في تمام الساعة أربعة وخمستاشر دقيقة عصرا بصير عمره ستتاشر يوم نسبة الإضاءة بتصير مية في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21.5 منتحس بنسبة 15% القمر في العقرب حتى يوم 6.5 منتحس بنسبة 15% عطارد في الثور بيتراجع حتى يوم 15.5 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7.5 سعيد بنسبة 10% الآن ولكن ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 30% المريخ في السرطان حتى يوم 21.5 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16.5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17.6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 29.8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 11.6 منتحس بنسبة 30% حطيتوا لايك وديسلايك والأمور هاي ولا ندمجتوا ولا طنشتوا ولا طلعتوا من الحلقة أساسا يعني اللي موجودين اللي ظلوا موجودين اللي بدوا يكبس على الكبسات تحت يكبس براحته يعني حاولوا تكبسوا على كل شيء بس في كبستين هذول تكبسوا ش عليهم اللي هي الانتساب والاشتراك والتشكرات عفوا هذول تكبسوا ش عليهم هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر